جارية وخادمة وزحافة عند زعيم طائفي زعيم مذهبي زعيم قزم يعني لا يصلح ان يكون حشرة تحت اجر امي البطلي اللي عاشت كل عمرة عم بتربينا الشرفة وطلعنا من كل هالمذهبية وكل هالقرف عم نحاول نصنع وطن علماني حر سيد مستقل حتلونا تطلع دولة من بلدنا بيحتلنا الزعيم الطائفي او الزعيم المذهبي كل اللي بيكتبوا في السياسة في لبنان خدمين وزحافين وبيقبضوا وبيحطوا الطاعة وبيحطوا راسهم تحت تحت كف الزعيم الطائفي او الزعيم الديني اكتر بلد قابل للاشتعال هو لبنان انا غاضبي علنا كل لبناني غاضب كل لبناني جائع اللي مش جائع على لقمة الخبز جائع لانه ما تسرق منه ارضه ملكه ما تسرق منه دمعت عينه عم يسرقوا منا ولادنا نحن 12 مليون لبناني بالبرازيل بس اكتر من 10 مليون لبناني على وجه الارض متفرقين 3 مليون ونص بس بلبنان ونصه عبيرحل لتبقى مزارع مزارع لكم ازعر حاكمين البلد انت بتعرف نقيب الصحافي لازم يكون سنة وتابع لهذا الزعيم او هذا الفريق من السنة انت بتعرف انه نقيب المحررين لازم يكون مسيحي وتابع لهذا المذهب او من هذا المذهب وتابع لهذا الزعيم بالتحديد يعني نقيب المحررين هلأ تابع لعون ونقيب الصحفيين تابع لصعد الحريري هذا اذا ماتت النقيب يبقى نقيبا حتى يموت فضلي على الديمقراطية هيدا مفكرين لبنان انتو لازم تشعروا بفكر هل تدعتي من الكتابة في السياسة ولا قررتي انك ما تكتبيش في السياسة انا قررت لانه بالأمر ما كنت افق ممكن انت هاجري كل اللي بتقولي ده ممكن يدفعك للهجرة خارج لبنان انا هاجرت ربع ربعي في لبنان وسأقسم اليمين في امريكا وقصة احصل على الجنسية بعد انت منع طويلة لأ يعني انت هاجري كليا انا اذا بدك اعدي بقلب البلد بس مش يعني عايشي بالجغرافيا بس مش بروح البلد ما قلتلك ما قلنا دور نحنا ما قلنا دور مستلبين مستلبين مسروقين منهوبين يعني لفظ مؤلم مستلبين مليك أولادنا مش قلنا بيسرقوا منا أولادنا بقطعوا أرحمنا وبيخدوا الأجنة بيبيعونا عم بحكي باسمي باسم مواطنين من هبة ودب من لبنان إلا الأطباع الصغار يعني الجزم اللي بيلبسهم الزعيم المذهبي أو الزعيم الطائفي قررتي عدم خوض الانتخابات بعد تهديدك بالأكل نعم أول شي طلعوا شائعة بشعة جدا قدرة جدا وتانيا أصلا أنا يعني مش أنا اللي ترشحت بصراحة هما أهلي ولي رشحوني أنا كنت وقتها بالكويت هني تقدموا بالترشيح تراجعتي بسبب تهديدك بالأطل؟ سحبت بسرعة آآ آآ مش غريبة إنه إنسانة حياتها كلها حروب وصراعات زي اكتخاف؟ سحبت بسرعة